مين الشخص اللي يعني بقىك شاطر في الصلاة؟ يعني خلينا أقول لك الأسبوع ده ولما عرفت أن احنا هنتكلم عن الصلاة فكنت بقلب على الكمبيوتر بتاعي لو في حاجات أنا كاتبها قبل كده أو في حاجات أحب أقراها عن الصلاة فلقيت مقالة لي أنا كاتبها من عشرين سنة مقالة من عشرين سنة عن الصلاة وكاتبها بعنوان خواطر تلميذ في مدرسة الصلاة وأنا صدمت لما قررتها حقيقي صدمت لأنه لما قررتها خبطتني خبطة جامدة لأنها بتوصف بالزبط وضعي دلوقتي فأنا قدامي حل من اتنين يعني هو أنا عشرين سنة ما تقدمتش ولا خطوة حاجة محبطة جدا طبعا بس لما حاولت أكون واقعي مع نفسي لا أنا فاكر الزمن ده وبدأت أسترجع ذاكرتي لا أعتقد أنه علاقتي بربنا بشكل عام أفضل أفضل كتير في خطايا كتير اتحررت منها بقيت أكثر نطقا في معرفتي بيه في حبي ليه في رغباتي الروحية من ناحيته فيه فرق فيه شيء اختلف بس في نفس الوقت أنا أنا جبت المقدمة بتاعت المقالة دي أرهالي بقول الصلاة يا لها من كلمة ما أرهبها ما أشد وقعها على نفسي حين أسمعها أو حتى أتذكرها إنها تخترقني اختراقا لتصل إلى أعمق أعماقي وتفجر فيي مزيجا غريبا من المشاعر المتناقضة تجعلني أشعر بالراحة وبالتوتر بالفرح وبالخوف والحزن أشعر بالراحة لأنها أسهل وأبسط عمل يمكنني أن أؤديه فهي الوحيدة الباقية لي إن فقدت القدرة على عمل أي شيء آخر فإن سمح الرب وفقدت القدرة على السير فلا خدمة ولا شركة مع المؤمنين أستطيع أن أصلي ما زلت أستطيع أن أصلي وإن فقدت القدرة على السمع أو فقدت البصر فلا أستطيع أن أستمع لمواعز ولا أستطيع أن أقرأ الكتاب ما زلت أستطيع أن أصلي الصلاة بسيطة وسهلة يمكنني أن أؤديها في أي وضع وفي أي حال وفي أي وقت يمكنني وبسرعة أن أصلي لذلك أشعر بالراحة لكنها أيضا تثير فيي شعورا بالتوتر والارتباك إذ أشعر إزائها أنها أعقد عمل على وجه الأرض لا أتخيل يوما سيأتي علي وأرى نفسي قد أتقنتها هي بالنسبة لي الدرس الذي أشعر دائما إزائه أني لا يمكن أبدا أن أفهم كل أبعاد هي بالنسبة لي بحر بلا شطآن يستحيل عبوره هي بالنسبة لي الامتحان الذي لم يحصل على الدرجة النهائية فيه إلا واحد وحيد هو يسوع الإنسان وكل ما أرجوه في هذا الامتحان هو النجاح ولو بدرجة مقبول الصلاة تملأني بشعور غامر من الفرح نعم أفرح أفرح لأنها لي من حقي أن أمارسها هي عماد حياتي لا أتخيل يوما بدونها هي ملجأ الأول بل والوحيد عندما أضيق أو أتألم عندما أخاف أو أرتبك عندما أحتاج أو أحتار عندما أضعف أو أخور هجم علي مرة هذا الكبوس وتصورت يوما فيه ستمنع الصلاة فرأيته أسود يوم في الوجود كيف سأقضيه؟ كيف سأسلك في دروبه المتشعبة بدون صلاة؟ كيف سأواجه مفاجآته السخيفة بدون صلاة؟ كيف سأعبر منحنياته الحادة بدون صلاة؟ وكيف أنهيه دون أن أضيع بدون صلاة؟ أليس لكل يوم شره؟ فكيف أنجو من شر اليوم بدون صلاة؟ لكني موقن أنه كان مجرد كبوس فلن يأتي يوم فيه سأحرم من الصلاة فبعد أن فتح السيد أمام الباب بعد أن شق الحجاب بعد أن رش الدم على الغطاء ولم يعد عرش الله لي عرش قضاء فحتى أثامي وزلاتي ضعفاتي وتقصراتي لن تحرمني من الارتماء على الأعتاب بل إني أثب أني سأجد منه كل الترحاب لذلك أنا أفرح بالصلاة لكنها أيضا تثير فيها شعورا بالحزن وعدم الفرح عندما أسمعها أو أذكرها ذلك لشعوري العميق بالتقصير من جهتها فلم يأتي يوم ولا أظنه سيأتي فيه سأشعر بالرضى عن حجم صلاة متى يا ترى أستطيع قضاء السعات مصليا؟ متى أتعلم أن أنسى نفسي في الصلاة؟ هي أحلام تراودني منذ الصغر ولم تزل مجرد رجاء أحلام على أمل تحقيقها أعيش لكنها لم تتحقق بعد آه على الصلاة كم أحن لإتقانها وكم أشتاق للغرق فيها فيها يذوب ضعفي كمخلوق في قدرة الخالق وتبتلع جهلاتي كإنسان في حكمة الإله في الصلاة يتم الاتحاد والاندماج بين روحين بين الله الذي هو روح والنسمة التي خرجت منه والتي هي أنا فيها تجد روحي راحتها وتشعر أنها في وطنها فيها ينتهي شعوري بالتيه والاغتراب ترجمة نانسي قنقر